بسم الله الرحمن الرحيم إخواني أخواتي مرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من الفيديو حياكم الله وبياكم أينما كنتم وإنما تواجدتم كما قلت لكم في الفيديو الأخير قد تكلمنا عن تجربة يابانية عن الغثيان ماذا فعلوا اليابانيون؟ اليابانيون كثير ما يبحثون في أمر الغثيان فيجعلون في إيران التجارب يدورون لمدة طويل حتى الغثيان ثم يطلقونهم فيذهبون مباشرة لتناول السلصال أو الطين فاستنتجوا بأن السلصال مفيد جدا للغثيان الآن نتكلم عن أمر مهم ومهم جدا وهو الفيروسات والبكتيريا أنا عملت هذا الفيديو كما قلت لكم في الفيديو السابق عن الذين أخذوا التطعيم كيف بإمكانهم أن يطهروا جسامهم من جميع السموم بصفة عملة فهذا السلصال يفيد بإذن الله تعالى جدا نسبة للبكتيريا والفيروسات فجزئية الطين تربطهم بعملية فيزيائية ويستحيل عليهم الدفاع عن أنفسهم السلصال يطرد البكتيريا أو يخرجها من الجسم حية عكس المضادات الحيوية التي تقتل تقريبا جميع البكتيريا العلماء اكتشفوا أن البكتيريا في حد ذاتها ليست ضرر إنما الضرر يكمن في إفرازاتها الخبيثة مثل الكوليرا هذا المعروف التي لا تستطيع المضادات الحيوية التغلب عليها لكن السلصال بإمكانه تثبيت السم بسهولة ونزعه من ماء الشرب وهذا وهذا احتياطي بطبيعة الحال ويمكن أيضا للمرضى شفاء من الكوليرا ويستعملها في الوباء الأخير في أوروبا السلصال فعال جدا مع السموم إذا هو فخل السموم بتثبيتهم في الأطراف في الداخل وفي الصفائح المجهرية الفائقة كما ترون هذه الصورة من مجهر إلكتروني في أليمانيا لو تراحظون جيدا أن تلك النقطة البيضاء هي السموم اللي يعني استطاع السلصال أن يحجزها في الصفائح الداخلية عدنا أيضا سم البركوا والأرسينيك والزئبق اللي هما فتكين يمكن للسلصال أن يعالج هذه السموم أحكي لكم قصة عن سجين فرنسي كان أنا ذاك من سرق كان يذهب مباشرة إلى المشنقة في 1581 ويندر لا أتذكر اللقب حكم عليه بالإعدام فاقترح عليه طقم من الأطباء أن يعملوا التجربة فقالوا له بأنك أنت محكم عليك بالإعدام ميت ميت لا محال لذلك سنعطيك سم ثم نعطوك التريق يعني دواء لنرى أنت مت أم لا فبطبيعة الحوال كان ذكي قال بما أن لدي فرصة فقبل ذلك التحدي أو تلك التجربة فأعطوه 6.4 جرام من الزئبق لهو ثلاثة أضعاف الجرعة القاتل يعني بهذا الشيء يقدر يقتلوا فيه أو أكثر ديناسور بعد ذلك أخذ 4.3 جرام من السلصال الرجل لم يمت لذلك هذا السلصال مفيد جدا ضد السموم وفيه أيضا ملوك وأمراء أوروبيين كانوا يأخذون هذا السلصال ضد خطر التسمم فأحد أساتذة جامعة مونبوليين كان اسمه جون ريشي دوبيل فال كتب رسالة لملك فرنسا أنذاك ورسالة موجودة يستطيع أي أحد يطلع عليها موجودة حتى لأيامنا هذه ماذا قال له قال له بإمكانك أن تأخذ السلصال دوبيل لأن أنذاك كانوا يأخذون السلصال من تركيا كانوا يظنون أن فقط السلصال تركيا يستطيع أن يطرد السمومة من الجسم السلصال الذي ينفع الإنسان هو السلصال بلدك والتداوي بالسلصال يعني معروف منذ القدم استعمله المصريين الفراعين لأنه ناس كانت تستعمل هذا السلصال حتى هذه الطبيبة اللي كلمتكم عنها عملت تجربة في أسيا كانت تتبع الفيلة فوجدت خمسة أماكن فيهم سلصال فكانت الفيلة تمر من هناك لكن تأخذ فقط من اثنين منهم منهم فاتعجبت من الأمر فأخذت عينة من كل مكان من الأماكن الخمسة فوجدت ما كانت تأخذه الفيلة من أجود أنواع السلصال لذلك الحيوانات عندهم هذه الغريزة تكتشف ما هو الجيد من السيء وجميع الحيوانات يعني كثير من الحيوانات يأخذون السلصال منها الببغة لو رأيتم مثلا كما تشاهدونها هنا في الصورة الببغة في في البرو حينما يريد أني أخذ فواكه تحتوي على مركبات عوضوية نيتروجينية اللي فيها السم الكالويد بعد ذلك تأخذ السلصال من جهة تستفيد من الفاكهة ومن جهة أخرى ذلك السلصال يعني يطرد الكالويد هذا من جسمها قد كلمتكم في في السابق عن خصائص الكيميائية للسلصال يعني فيه هو شحونة كهربائية حينما نمزجه يعني حينما نضحه نضع السلصال في الماء فلابد علينا وهذا مهم جدا أن تنتبه الأخوات لا تمزج يعني ما تخلط بملعقة من حديد أو أي معدن من المعادن لابد أن يكون من الخشب فإن لم تجد الخشب فبإمكانك يعني تأخذ ملعقة من البلاستيك هذا مهم جدا وأمر آخر هو إذا كنت تأخذ أدوية فلابد أن لا تأخذه مع السلصال لابد أن تترك مدة أربع ساعات على الأقل لأن السلصال لو تأخذه مع الأدوية فيذهب السلصال مباشرة ويثبت تلك أدوية ويخرجها من جسمك عودة إلى الفيروسات عدنا مثلا فيروس الروطافيروس اللي هو بما يسمى بالغة الفرنسية غاسترونتيريت أو بالإسبانية غاسترونتيريتس اللي هو التهاب المعدة والأمعاء فهذا الفيروس ليس بإمكانه الهروب من جسائمات السلصال اللي هي لاصميكتيت لأنه يقبض من دقيقة وكل هذا ثبت علميا هناك أيضا دراسة أجريت في معهد الأبحاث الميكروبيولوجية في باريس أو في ظواح باريس بالأحرى التي أثبتت أن 25 جرام من السلصال من نوع إليت يمكنه إزالة من نصف لتر من الماء جراثيم مصنفة تصل تخيلوا لأخوة الأخوات إلى 100 مليون جرثومة في الميليلتر الواحد منها كبوش المستشفيات هل تعلمون ما هو هذا الفيروس أو هذه الجرثومة البسودومونو أي روخينوسا هذا كبوش المستشفيات وبإمكان السلصال أن يعالج كمينه بإذن الله تعالى الآن لنرى كيف يعمل السلصال داخل أجسامنا أعطيكم مثال مثلا 1 جرام من سلصال من نوع لسمكتيت هذا يمكنه تغطية 100 متر مربع من الأمعة جنبا إلى جمعة خصائص الارتباط الإيونية التي تسمى بالغاية الفرنسية فكسسيون إيونيك جسيمات السلصال هذه تشكل شارط واقي ومضاد للإلتهاب على الغشاء المخاطي الداخلي للأمعة تخيلوا 1 جرام من السلصال يقدر يغطي لك 100 متر مربع من الأمعة يا سبحان الله والسلصال هذا مثبت فيه الحديد الكالسيوم البوتاسيوم الماغنيزيوم والزينك يعني كثير من المعادن تحرر هذه المعادن لكي يلتقط اليونات الهيدروجينية الأش بلوس من حمض المعدة يعني هو للناس يعني اللي عيشوا في المغرب العربي وفرنسا فيه واحدة الدواء يسميوها سمكتا موجود فيها يعني مأخوذ من السلصال فيه سمكتا فيه لها سمكتا هذه في الحقيقة هناك فائدة مجدوجة الإمداد بالعناصر النزيرة اللي هي اللي هي اللي غوليمون وتخفيف الحرقة ثم تصل إلى الأمعة وهناك تشحن مرة أخرى هناك كثير من الناس يروجونها أن السلصال يقدر يدلك ويمسك هذه الطبيبة على حسب تجاربها التي أجرتها ماذا تقول تقول بأن حينما يصل السلصال إلى الجسم فيبحث عن الخلل مثلا إذا وجد خللا في أمعائك فلن يغادر الأمعاء حتى يصلح ذلك الأمر لذلك حينما يكون عندك مشكلة في الأمعاء وتراكم لك السلصال في الأمعاء هذا معناه أنه يصلح ما فسد من ذلك العضو لذلك تقول بأن علينا ترك أخذ السلصال لمدة معينة حتى يذهب الإمساك ثم نعود للعلاج مرة أخرى تقول أيضا ممكن تكون عندك حرقة في أي عضو من العضو من جسمك هذا يعني أن السلصال يصلح خلل ذلك العضو أيضا بعضهم يقول بأن ممكن تكون عندك حرقة في الكلاء توعنا فتقول هذه الطبيبة أن ما نأكله ونشربه والبيئة التي نعيش فيها فيه كثير من الأمور العوامل خلت الكلاء توعنا يعانيه كثير لذلك تقول بأن أين يشتغل كثير السلصال هو في الكلاء توعنا لكي يصلح ما فسد منه وعطت مثال للذين يشربون الكحول والعياذ بالله يكون الكبد تحم يابس يعني يكون صلب وهذا يعني ليس طبيعي فحينما يدخل السلصال للجسم ويجد يعني الكبد صلب فماذا يعمل يعني يرجح إلى حالته الطبيعية فإذن أخوات هذا ما لدي في مادة السلصال فهو جد مفيد للسموم أعملكم فيديو مستقل بإذن الله تعالى عن كيف تضرد يعني سموم هذا التطعيم هذا طلبه مني بعض الإخوة فيه كثير من الأمور فيديو إن شاء الله يكون قصير و نستفيد جميعا في الفيديو الثالث كما قلت لكم سيكون إن شاء الله تطبيقي سأريكم كيف نحضر السلصال من الطربة إلى المعدة أو إلى الجسم دمتم في رعاية الله وحفظه شكرا لكم على كرم الإصغاء وحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته